انا كان فيه طرح اطرحه بعض لحظات انا لسه داخل على الهوى من شوية وكنت عايز ان احنا نقفل القصة المتدولة كتير وانك اتسألت عنها كتير قصة انه الزمالك اكبر قلع رياضية وقلت انا من كام يوم انه من حق ان هجل الزمالك يختار سلوغن اللي هو عايزه ويتكلم به زي ما هو عايز بس فيه نقطة مهمة جدا يمكن ما اتطرحتش وانا عارف انك كمان زاكي في الامر ده انه السلوغن ده بتبقى مهمة جدا في فكرة الماركتينج والتسويق والسبونسورز والرعايات هل الزمالك اختار سلوغن الصح هل هو ده سلوغن اللي ممكن الزمالك يمشي به على طول ولا ممكن يبقى فيه عفتار تانية حتى الان ما فيش قرار نهائي بكذا لكن هو على فكرة دايما انت طبعا اعلامي كبير وعارف الترند لما بيبقى حاجة معينة ممكن تستفيد منها تسويقيا بعد كده انه خلص النهار ده انت لو قلت لأي حد اكبر قلع رياضية في مصر حيعرف انها مرتبطة بنادي الزمالك ايوة صحيح فمع وجود حد زي سلوغن ده اعتقد انه ممكن يستغل يعني الزخم اللي حوالين السلوغن ده نفسه يثبته او يختاره او يساوه على اساسه ولكن ده توقع يعني حتى الان ما فيش قرار يخص السلوغن ده نهو يتثبت او يبقى موجود في التسويق او في امور اخرى لغاية النهار ده ما فيش قرار هيا سيد احمد بس الفكرة في ان هي طرحها خلت الممكن ان احنا نقعد بقى نقعد نفكر والزمالك يجيب مسؤولين تسويقين ويتكلم معهم ويختاروا حاجة انسب لنادي الزمالك ويشوفها الافضل ممكن يبقى بها بعد كده اكيد صحيح سيد احمد شرفت ونورتك العادة انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وكل هذه التوضيحات المهمة بخصوص نادي الزمالك